ترأس سعادة سيد هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وفدى مملكة البحرين في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزري في دورته العادية السادسة بعد المئة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي وقر المجلس خلال الاجتماع مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الخامسة بعد المئة للمجلس التي عقدت في شهر فبراير الماضي بالإضافة إلى الإحاطة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية المرفوعة لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها الحادية والثلاثين كما بحث المجلس الوزري الجهود التي تمت بشأن التعامل مع تبعات جائحة كوفيد-19 من النواحي الاجتماعية والاقتصادية من قبل جامعة الدول العربية والدول الأعضاء وأوجه المجلس لمواصلة الجهود للتنسيق بين جامعة الدول العربية والدول الأعضاء والمجالس الوزرية واللجان المتخصصة مع الشركاء لتعزيز الجهود الرامية لاحتواء الجائحة والتخفيف من أثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية كما تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون الإقليمي والدولي عبر استعراض التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020 والنظر في التعاون المشترك بين المجموعة العربية وصندوق النقد والبنك الدوليين على هامش الاجتماعات السنوية القادمة للمجموعة خلال هذا العام وغيرها من المجالات ذات الصلاة بالعمل التنموي العربي